تستمر راح الصراع السياسي في العراق بالدوران لتشكيل حكومة جديدة على أنقاض المنتهية ولايتها ولعل صفة الجديدة لا تلاصقها إلا باللفظ فقط فجميع أركانها شخوص أو أحزاب من ذات التجربة السياسية المحتلة ويعادة تدويرهم أمر غير قابل للتفاوض لكنه خاضع للمواربة بشعارات حكومات التكنقراط والوجوه الجديدة أو حتى الترشيح الألكترونية صحيفة الأخبار اللبنانية قالت أن رئيس الوزراء المكلف عدل عبد المهدي لم يقدم حتى الآن مسودة أولية عن تشكيلته الوزارية رغم مرور أكثر من عشرة أيام على تكليفه لافتة إلى أن حكومة الرجل لن تخرج عن نسق سابقاتها ذات المحاصصة الطائفية والحزبية وستسعي عبد المهدي للبحث عن مخرج لمعضلة إرضاء القوى السياسية التي تبتزه بتجربة العام الواحد وتهدده بسحب الثقة القيادي في اعتلاف النصر محمد الموسوي قال أن بعض الكتل السياسية ستلجأ لسياسة فرض الأمر الواقع لإحراج الرجل مضيفا أن بعض الكتل تحاول توسيع حصصها على حساب الكتل التي دعمت رئيس الوزراء المكلف في حرية اختيار وزرائه ما يؤسس لمشكلة سياسية قد تطيح بالتشكيلة الوزارية كلها وفي السياق ذاته قال النائب عن اعتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر إن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ليس مطلق اليد بتحركاته لتشكيل الحكومة بسبب التدخلات الحزبية مضحا أن كتلا سياسية ذات قوة ومنعه تتقاتل على أن يكون لها وزير وبعضها يريد وزارات سيادية ما يجعل مهمة عبد المهدي صعبة للغاية فيما يرى مراقبون أن الرجل يحاول تدوير الزوايا وإرضاء أكبر الكتل السياسية لضمان دعمها وعدم إزاحته من المنصب مذكرا ترجمة نانسي قنقر